أنا شخصياً صار علي مخاولة اختيال زجوني بالسجن أربع مرات قبل ما أدخل السياسة ولا يوم من أيام صدر بحقي أمر قبض يعني يوم يقولون أنت خطر الأمن القومي يوم يقولون أنت فلان تهمم مادة اثنين الموبايل بالإقليم الكورساني شغلات تافية بس دائماً يزعجوك وفي نفس الوقت نحز أنه الحمد لله الجيل الجديد المعارزة بدأ بدأ الشعب الحمد لله وإستجابة هواية للمعلومات الجناب نحن بالإقليم الكورساني أنا أتحدث لك عن محافظات الإقليم الصوت الحراكي الجديد هو رقم اثنين بالإقليم حتى قدمنا على الإتحاد الوطن الكورساني تقريباً بعشر تالاف صوت داخل الإقليم الكورسان وإن شاء الله هو نية نايم لهذا الانتخاب ممكن حتى نكون حزب رقم أول ونقدم على الديمقراطة الكورسانية فقصدي ولو إذا احتاج أكثر من هذا المهم هسا المعارضة معروفة من قبل الناس ومعروفة داخل العراق طبعاً كلهم يعرفون والحمد لله معروفة بالأوساط الدولية فنحس إن شاء الله شوية شوية يكون عند ثمرته سعدو نجابر تعرف المضر نعم هاكيد قد أبنية قديمة يقول صغيرون يا بعد هن بعدك شاب اليوم صغيرون الله يخلي الله يخلي شلك بالسياسة والمعارضة بدوخة الرأس أنت بالعصل من عائلة لها جدور سياسية لا والله أنا المعلومات جنابك كلامك صح ودائماً هم يقولوني من الإقليم يقولون أنت تشنت بزنس مان وشان عندك شركات ناجحة والحمد لله فلوس وما شاء الله هاي القنة الألمانية اللي جنابك هسا دخلتها مثلاً إحنا بوقت بيعنا ممكن الأملاك بمئات ملايين دولارات لو أنا تشندركوا دور الفلوس هسا لو هنا بسليمانيا الاتحاد لو بالأربيل الديمقراطي تشانوا يعطونا أكثر مشاريع يعني عشر مشاريع خمس مشاريع على أقل مشروعين مثل هذا بس بصراحة أستاذ ناجم أنا عندي حلم حلم بناء الدولة إحنا أنه ما يصير مثلاً جنابك إعلامي تروح وتكون جزء من لا سامح الله لا سامح حاشا جنابك جزء من هذا الفساد لدمار البلد اللي نريد أن نشوفه وأنا تشند رجل الأعمال أخوه ما يصير بس دائماً أجمع الفلوس وفلوس وفلوس وبعد إذا أنت ما تشوف جيرانك أهلك بلدك إحنا دائماً نروح للخارج للسفر السياحية أنا إذا تشوف البلدان والله مرات مؤقر يعني يعني يتمنى الخير لكل واحد بس أقهر على البلد يعني كل هذا النفط الغاز الثروات اللي يجمع عندنا على أقل دولة مثل قطر اللي هسستها كاس العالم على أقل شوف الأردن ما عنده شيء يعني على أقل على أقل بلد وأنا ما أقول إنه هم بس هم ما عندهم شيء بس حتى جيراننا توركيا ومدري هايبلا إحنا ما نروح للسويسرا وهذا على أقل عندهم بلد عندهم مؤسسات عندهم الصناعة عندهم زراعة عندهم يعني عندهم فأني لما دخلت السياسة أمنيتي إنه ويا أصحاب أصحاب دون نية النزيهة ونظيفة إن شاء الله كليتنا بل كي نغير بسياسة لأن السياسة كان ما تلوق لفلان وفلان اللي هنا بالإقلم كانوا بالجبال يقولون إحنا نحارب صدام حسين وكلهم حاربوهم كم سنين بالجبل وباقي كانوا بالأوروبا وبالجنوب الوسط كانوا قاعدين بالبلدان الجيران أو بالبريطانيا والأمريكا وهسا ديريدون يأكلون خيرات البلد للمئات السنين الموقلة لأنهم وكانت كم سنة بالمنفع فلازم الأهل البلد وأهل الوطن وأهل الخيرات يدخلوا السياسة يغير بالسياسة إن شاء الله وهذا هو نية ترجمة نانسي قنقر